أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العامل البحريني أثبت أنه أهل للتميز والإبداع نظير كفاءته وجدارته وتفانيه في عمله من مختلف مواقع العمل والمسؤولية فما كان نتاج جهوده المخلصة إلا علو صروح الإنجاز وتحقيق مزيد من النجاحات التي يزدان بها الوطن وأشار سموه إلى أن كل عامل بحريني هو جزء لا يتجزأ من فريق البحرين الذي يواصل مسيرة البناء والتنمية من خلال جهوده وإسهاماته الجليلة في شتى الميادين وذلك بما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الرفاع اليوم بحضور سموه الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل ومع الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين رؤساء اتحادات وأعضاء نقابات العمال في مملكة البحرين بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من شهر مايو حيث هنأهم سموه بهذه المناسبة موجها تحية شكر وتقدير لجميع العمال البحرينيين الذين يعملون بإخلاص وعطاء لا ينضب من أجل تقدم ونماء الوطن منوها سموه بالدور الهام الذي تطلع به الاتحادات ونقابات العمال في تعزيز التعاون بين أطراف الانتاج الثلاثة بما يسهم في نمو سوق العمل إلى جانب ما تطلع به هذه النقابات من دور تمثيل لمملكة البحرين في المحافل العربية والدولية وحرصها على إبراز ما تحقق من نجاحات ومنجزات على صعيد المسيرة العمالية في المملكة وأشار سموه إلى أن مملكة البحرين تحرص كل الحرص على دعم كافة الحقوق والضمانات للعمال البحرينيين وتعزيز مكانتهم مؤكدا سموه أهمية مواصلة تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين الجهات المعنية بما يدعم مصالح عمال البحرين باعتبارهم أحد أهم أطراف الانتاج في المملكة وشركاء رئيسيين في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وشار سموه إلى أهمية الاستمرار في تطوير وتأهيل الكوادر الوطنية والعمل على تنمية مهاراتهم ليكونوا دائما الخيار الأول والأمثل في سوق العمل ومواصلة العمل على تقديم البرامج والمبادرات التي تسهم في تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية والحرص على خلق المزيد من الفرص النوعية أمامهم وقال سموه إن ما تحقق طوال مسيرة العمل الوطني من منجزات وإسهامات شهيدت بسواعد أبناء البحرين وكانت هي أساس ومنطلق الإنجازات التي تتحقق لهذه الأرض الطيبة ونؤكد بأننا نعاول على عزائمهم في رسم مستقبل البحرين المشرق معربا سموه عن الفخر والاعتزاز بالجهود الدؤوبة التي يبذلها كل عامل بحريني في مختلف المهن والقطاعات والتي نراها دوما مصدر إلهام واعتزاز وثقة بأن القادم سيكون أفضل وأن البحرين ستزداد نماء وتطورا بتكاتف الجميع من جانبهم أعرب رؤساء التحادات وأعضاء نقابات العمال في مملكة البحرين عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله على ما يبديه من حرص واهتمام على دعم حقوق العمال البحرينيين وتعزيز المسيرة العمالية في مملكة البحرين مؤكدين مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد لتحقيق كل ما فيه خير وتقدم ونماء لمملكة البحرين تحقيق كل ما فيه خير وتقدم ونماء 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 تحقيق كل ما فيه خير وتقدم ونماء